موسيقى وثقة المطالبة بالاستقلال في الحقيقة كانت هناك وثقتان وثقة تقدم بها حزب الاستقلال على بعض الوطنيين في 11 شناير وثقة تقدمت بها الحركة القومية برغبة من الملك محمد الخاميس رحمه الله والثقتان هم تتويج لعمل سياسي نضالي وطني انطلق في ثلاثينيات القرن الماضي ومر من عدد من المراحل المرحلة الأولى كانت سنة 1934 حينما تقدمت الحركة الوطنية بما يعرف بمطالب الشعب المغربي وهي مطالب تهم كل القضايا المتعلقة بالتعليم والصحة والفلاحة والعبل وما إلى ذلك وقامت كذلك سنة 1936 بتقديم المطالب المستعجلة للشعب المغربي وهو تلخيص للمطالب الأولى وكانت كلها ترمي إلى إصلاح الإدارة وإصلاح التعليم وإصلاح مختلف مرافق الدولة وإعطاء حرية حرية التنقل وحرية الصفار وحرية التظاهر وحرية الصحافة لكن هذا كله لن يعطي أي نتيجة نظرة لتصلب الجانب الفرنسي إلا أنه بعد بداية الحرب سينزل الأمريكيون في المغرب وستنعقد المؤتمرات المهمة في تاريخ الحرب العالمية الثانية بالدار البيضاء في أنفا وستطور الأمور عند نهاية الحرب بالإعلان عن حق الشعوب في الاستقلال وفي الحرية وفي تقرير مصيرها وسيأخذ الوطنيون معركة كبيرة انطلاقا من سنة 1950 لذلك يمكن اعتبار المطالبة بالاستقلال قفزة نوعية للحركة الوطنية من أجل الإسراع في وضع نهاية للاحتلال الفرنسي اشتركوا في القناة